طبعا الله يعطيكو الف الف عافية اصدقائي 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 قناة جودتوينز طبعا اصدقائي ان شاء الله برضو موضوعنا عن تطبيق الاي اف تي 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 انا اتكلمت في حلقة عن موضوع انشاء مدونة انجليزية واليوم ان شاء الله بدنا نكمل موضوع تويتر تمام لو انتوا لاحظتوا اصدقائي انا طبقت النظرية تبعة الاي اف تي تي تمام اي جينا وربطنا لهو البلوجر بالتويتر تمام لكن عملية الرابط اللي احنا عملناها ما كانت الصح لو انتوا بسيطوا هنا تمام نشر للنظام صورة ونظام عنوان المقال لكن رابط المقال مش موجود يعني انا مش مستفيد باك لينك فانا كل القصة زي ما انتوا شايفين يعني في حساب تاني انا عملت العملية وزبطت معي تمام والدليل الرابط هذا اللي انتوا شايفينه لو انا اجيت وضغط عليه مباشرة بحولني على المدونة تبعتي زي ما انتوا شايفين اصدقائي حولني على المدونة وهذا دليل اني كاسب باك لينك طيب ممتاز طبعا بدي اجي يا جماعة بدي اعمل عملية تعديل في الحساب الجديد تمام بدي اجي بدي ادخل هنا جماعة طبعا بقدر اضغط على الاضافة اللي انا انشأتها ملحوظة الموقع هاد حاليا بتحمل خمسة زين خليني اجي يا سيدر عزيز واعمل لي او اضغط لي ضغطايا هان تمام على اساس اعمل عملية التعديل الصح لو انا ضغطت زي ما انتوا شايفينه اصدقائي في عندي كلمة sitting تمام هان ايوه بدي اجي بدي اضغط عليها ضغطايا على اساس اقدر اعمل عملية التعديل طبعا بدي اضغط على كلمة edit خلينا نركز شوية جماعة تمام لو سمحتو بدي اجي بدي اضغط على كلمة edit طبعا انا ربطت بلوجر بمدونة استراليا زي ما انتوا شايفين وهنا يا اصدقائي ربطت اتوطرت تمام بس اتوطرت ربطت بطريقة غلط ما بنشرش ربط المقال تبع المدونة فبدي اضغط على edit وبدأ انزل لتحت شوية وزي ما انتوا شايفين انا ضفت post url تمام هادي انا هاني بدي امسحها وبدأ اضيفها من تاني عشان ما يصيرش لخبطة خلينا اضغط على كلمة edit تمام وبدأ اقول له post url شفتوا كيف ضفتها هيك انت بتضيف الرابط بتضيف وصف الصورة والرابطة سيد العزيز تمام طبعا الغية الاساسية انه احنا نستفيد الرابطة جماعة خلينا اضغط على كلمة update action واضغط كمان على كلمة update بالشكل هذا هيتم التحديث بنجاح زي ما انتوا شايفين طيب ممتاز احنا هيكت خلصنا النقطة هادي وهينا عدلنا وبدأ ندخل على الصفحة الرئيسية تمام هيكت صارعي لنا في اضافة طيب وكمان الفيسبوك انت فيك تربطه وفيك تربط وسائل التواصل الاجتماعي التانية كل هيتها زين ماشي بدنا نيجي الوقت يا جماعة ونربط تمبلر نفسه طبعا لو انتوا لاحظتوا نسبة الزيارات عليه او ترتيبه على مستوى العالم زي ما انتوا شايفين وترتيبه على الولايات المتحدة كمان نفس السيستام لو انتوا لاحظتوا تمام الرنك تبعه 14 وفيه تحوالي 300 مليون زيارة يعني الموقع هذا فخم بمعنى الكلمة بكل المقاييس خلينا اسجل من خلال جوجن نفسه زين بدي اجي وبدأ اعمل عملية التسجيلة جماعة تمام خلينا نجهز عملية التسجيلة انتوا كمان نسجلوا نفس السيستام بالزبط من خلال جوجل هنا طبعا بيطلب مني العمر بدي اجي اقول له 30 31 لبدك يا سيد العزيز وهنا بقولك اكتب اسم المدونة فبدي اجي وادخل على المدونة تبعتي يا جماعة نسخت اسم استراليا بالشكل هذا تمام وبدي اجي الصقه هنا واكتب لي شوية ارقام جنبه او اي حاجة لانه مستحيل تلاقي كلمة استراليا هيك جاهزة لحالها فبدي احاول اعدل الاسم زي ما انتوا شايفين اصدقائي اجيتوا كتابة استراليا واتنينات وعملت حفز هيك انشأ للمدونة خلينا اضغط تخطي بالشكل هذا تمام هنا لو انا ضغطت جماعة تمام زي ما انتوا شايفين تحت ببين معي كل اشي بتعلق في المدونة طبعا بتقدر كمان تضغط فوقيها على كلمة نيو وتنشئ مدونات تانية زيها زين بس في شوية تكاية بسيطة بدنا نصلحها هان ونعملها برضو على اساس نضمن الباك لينك تبعنا الجديد تمام خلينا نركز شوي بشكل عملي بيكون احسن الي وإلك كمان زينا صاحبي لو انتوا لاحظتم يا اصدقائي اللي بدي اجي وبدأ اسوي انا هالوجد طبعا خلينا يا جماعة نبحث عن تمام هاني بدي ادخل على الترند وبدأ اركز شوي هالوجد انا بدي اكسب باك لينك حقيقي لو انتوا لاحظتم في الترند تبع جوجل اللي بدي يصير كالاتي مثلا انا بستهدف استراليا طبيعتي تمام زي ما انتم لاحظين دخلت على استراليا المقالات الرائجة تبعتها طبعا خلينا اضغط على التلات نقاط بيكون احسن تمام وبدأ اضغط على ترندينج سيرتش الشوي عمليات البحث الرائجة طبعا في اكتر من قسم عندي هان تمام كل قسم لو ضغط عليه في دزينة مقالات وكل المقالات متشابهة اساسا لو انتوا لاحظتم مقال واثنين وثلاثة بدي اطلع بدي اكتب واحد في مدونتي واحد في التيمبلر واحد يا سيد العزيز في التوطر واحد في فيسبوك الغاية الاساسية بدي اجوي لترند تبعي انا كمان نفسي بدي اعمل ترند الي فعشان اعمل ترند تبعي يا جماعة بدي احاول انشر في كل الاماكن تمام بلكن كلمة واحدة تصبط معي ككلمة مفتاحية اللي امسكها واجوى فيها كمان في نفس الوقت طيب تمام ابسوس اظن هجيت وسطة الفكرة هادي والغاية الاساسية من جسة ترند جوجل تمام حاول اتعمم النشر تبعك في كل مكان لتقدر تخلق اشي اسمه تمام انا بتكسب كلمات مفتاحية للموقع تبعك ومن ضمنهم لهو نفسه طيب تمام هالواجه يا جماعة بدي اجي وبدأ ادخل على وين بالزبط انا بدي اجي اعمل عملية رابط ما بين المدونة وما بين نفسه بس لازم اعمل شوية تعديلات فيه تمام بدي احط رابط المدونة الاصلي في الشسمه التمبلغ في المدونة اللي انا انشأتها جديد لهوستراليا اتنينات طبعا اجيت ودخلت على السيتنج زي ما انتم شايفينها اصدقائي انا بتغير كلمة السر بتغير التفاصيل تبعتك اللي بدك ايا احنا هالواجه بدي ندخل على المدونة تبعتنا بكون احسن هاي المدونة تبعتنا تمام بدي اجي وبدأ اضغط عليها ضغطايا يا جماعة هين اجيت وضغطت بالشكل هذا في عندك كلمة ادت سيمز انا بدي اضغط عليها وين موجودة او والله يبسو سعيها ايدة سيمز هادي بتحاولك يا سيد العزيز على صفحة جديدة تمام زي ما انتم شايفين دخلنا على صفحة جديدة هو انا بدي اركز بس اعدل التتل والدسكريبشن ويا سيد العزيز الكود التابع لجوجل انالتكس هالواجه بدي ادخل على السيتنج عندي هنا هيني نسخت اسم المدونة تبعتي تمام وبدأ اجي يا جماعة الصقوا وين زي ما انتم شايفين في العنوان هاي الاسم استراليا الوصف الوقت بدي اركز على الموقع تبعنا خلينا انسخ رابط المدونة تبعتي اجيت ونسختها بالشكل هذا ادخل لي على الموقع هاد تمام هذا الموقع بيضيك كود التعليقات طبعا حسيب لك اياه في الوصف تبع الفيديو اجيتها جماعة ولسقت هنا وهنا بدي الصق اسم المدونة هيا سيد العزيز نسخي العنوان وتعلي هان نونا الصق لي العنوان ايوا اضغطها على كلمة generate على اساس بدي اطلع ايش كود تعليقات رجز يا جماعة كويس الشغلة مهمة اجيتوا نسخة كود التعليقات زي ما انتم شايفين هادا هو بدي اجي وادخل على التمبلر من تاني وبيدي اعدل الوصف فيه بدي اضيفه لو انتم لحظتم ضفليها طريقة زكية الكلمة وفيها ارتباط وانا هادا هو البدي اياه هادا اول باكلينك باخده انا من الموقع حكون ولو انزلنا لتحت جماعة تمام فيه عندك طبعا انت اعدادات بتزبطها بس من اهم من الاعدادات اللي هو مين الكود تبع جوجل اناليتيكس الاي دي اللي انتم شايفينه هادا تمام بدي اجي وبيدي انسخه يا جماعة وبيدي اطلع الصقه وين عندي في التمبلر لو انتم لاحظتم هاي بقول لي بدي الاي دي تمام خلينا ننزل بس تحت شوية جوجل اناليتيكس اي دي اعمل عملية لسق ممتاز هيك دي انا يا جماعة حفزتوا كله تمام بدي ايجي وبيدي اضغط على كلمة سيف لو انتم لاحظتم هيك ضغطت عليها خلص تم الموضوع مية في المية لو ضغطت انا على كلمة استراليا اللي عملتها رح يحولني على المدونة مباشرة تبعتي وهادي الشغلة مهمة جدا بالنسبة الي خلينا نجرب بشكل عملي زي ما انتم شايفين اصدقائي مباشرة حاولنا على المدونة طيب ممتاز انا هيجيت خلصت من النقطة هادي المهمة طبعا هنا انت بتقدر تحط لوجو ايقونة اي حاجة الصور تبعتك يعني انت بتزبط بتم بار مية في المية من ناحية الصور تبعتو زين طيب هلواجه تخلصنا من النقطة هادي والاهم بدنا هيجيت نعمل نشر تلقائي للمقالات تبعتنا بس بدنا نعملها نظام رابط اللي يوديه على التمبلغ المباشرة وصورة على اساس نعمل عملية الجست بوست اللي بدنا اياها طيب ممتاز اظن وسط الصورة هيك احنا هنزبطنا الاعدادات مية في المية والحمد لله جهزة مدونتنا تماما صاحبي هلوقت بدنا نبدأ نعمل العملية انا افضل انه تركز يا جماعة شوي ماشي يا بسوس ماشي يا سيسو طيب اوكي بدنا نركز يا بسوس ايش اللي نسويه بالزبط يعني عاصب نونا يا سيسو اهدنونا بس اهدنونا وصلى على النبي ماشي يا معلمي طيب احنا هنضبطنا يا جماعة هلوقت عن جد كل اشي وهلوقت بدنا نعمل عملية الرابط لكن اتمنى زي ما قولت اتركزوا على قصة ترند جوجل تمام ترند جوجل مهم جدا انه نستغله بطريقة صح لانه انت لو نشرت عدة مقالات عدة صياغتها ونشرت في بلوجر وهان 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 الا ما تمسك معك كلمة مفتاحية من خلالها تجول موقع تبعك هلوقت انا بدي ايجي هنا بدي اضغط اكريت وبدأ اقول له افزيس تمام يعني بدي اقول له افزيس من بلوجر بدي ابحس عن المدونة تبعتي عشان اعمل عملية رابط في تمبلار هاي بلو وهين اخترت بلوجر طبعا بدي اقول له انا نيو بوست اجيت وعلمت عليها يا جماعة خلص ضف لمدونة استراليا هو هيك انا فاهم انا وين هانا بدي اجيو انسخ كلمة الكلمة تبع التمبلار وبدأ ابحس عنها اشوف موجودة في الاي اف تي 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 ولا لا طبعا بدي اقول له اديد وياس ابحس سيد العزيز ممتاز هاي تمبلار موجود تمام طبعا بدي اختارها جماعة من هان زي ما انتم شايفين هنا بقول انا بديش بدي اختاره المهم انت انا افضل تختار تمام طبعا زي ما انتم شايفين عندك انت اكتر من خيارها موجود والاختيار اللي انت بتختاره هيك هيك بتقدر تتحكم فيه اساسا يعني بتقدر تؤمره ايش يسوي فيه بالزبط طبعا هادي هي المطلوبة اجيت وضغطت connect وعملت عملية الاتصال وهالوقت بدي ادي له السماح وبيدي اختار المدونة تبعتي لانشأتها تمام طبعا عشان ما فيش لا هي مش راح يدي خيارات هو ممتاز هالوقت يا جماعة خلينا نركز شوية طبعا هو حينشر هان زي ما انتم شايفين المقالات تبعتنا ومن هان بضغط على كلمة new وبنشئ مدونة جديدة وفي عندك setting له وبدك تصبط لعدادات تبعتك زي ما هتاو تكلمنا بالزبط طيب ممتاز وسطة الصورة يا بسوس خلينا ندخل هانا هانا بقولي بدي اضيف لك العنوان ورابطي ورقل و post content المحتوى طبعا انا فضل post content امسحها تمام ما بديش اياها هي ايش رايكو ولا نخليها ونضيف معايا يا سيد العزيز post title بس post title هيك موجود فوق اساسا تمام فبدا نحاول يا اما بنضيف الصورة يا اما اللي بدك ايا انت انت حر في الاختيار اللي هان تمام انا افضل post ايوها image url هادي المطلوبة انو اضيف لي الصورة والرابط طبع المقال وعنوان المقال اظن هيك زبطا يا جماعة مية في المية زي ما انتو شايفين تمام وتحت الاهم من كل اشي هاقي اضبطت هدول انا في عندي تيكز يا جماعة بدي اجي وابدأ اتحكم في تيكز تمام انا خلاص خلصت من النقطة اللي فوق هدول افهمتهم انتو هانا تيكز لو انتو ركزتوا ما بين كل كلمة والتانية في فاصلة طبعا بدي ايجي هان بدي انسخ مثلا عنوان المدونة تبعت عنوان المدونة بدي انسخه تمام هين ايجيتوا بدلت كلمة اي اف تي تي بدأ لسخ吧 بدلها كلمة استراليا زين هي بالشكل هذا الكلمة المفتحية التانية مثلا كلمات الاقسام خلينا يا جماعة ندخل على المشاركات تبعتنا اللي هو الاقسام هاي مثلا كلمة بدكوين جيتوا نسختها يا جماعة وبدأ ايجي ايه تمام هاني اجيت وبدلتها هاي كلمة مفتاحية تانية اقول لك فيك انت تدخل مثلا على الاقسام تبعتك المشاركات نفسها اللي وجد بنوه الها لو انتوا لحظتوا اصدقائي تمام بدل ما اضلي ادخل على قسم قسم بدي اجي ايوة اضغط cancel وبدي اجي ادخل على البوست تمام واضغط على الاعلامة هادي وانسخ كل كل الاقسام اللي انا اعملهم مع بعض عشان اسهل على حال المهمة هاي كوبي وبدأ اجي ادخل على التمبلر تمام او اسف الاي اف تي تي والسق هذا كله بدله وامسح لاخر فاسطة لو انتوا لحظت انا هيك ضفت الكلمات المفتاحية او الاقسام تبعت موقعي على اساس كلمة منهم تمسك معي تمام انا بدي اركز عن نقطة هادي بدي استغل وسائل التواصل بتريجة صح لان ابدأ اعمل جيست بوست تمت العملية يا جماعة 100% زي ما انتوا شايفين وهين ضغطت continue فعل لي هادي واضغط لي finish ممتاز لو انا اجيت زي ما انتوا شايفين اصدقائي تمام بدي اضغط على كلمة edit وبدأ اقول له هانا من وين لوين من blue jar خلينا احاول عربي تمام بدي اكتب له من blue jar الى mean الى timbler هيك انا بكون خالص خلاص ربط هذا في هذا والحمد لله تمت العملية بمليون نجاح هيك زيان ممتازة بالسوس طيب تمام طبعا انت فيك كمان تربط كامل وسائل التواصل اللي سا فيه قدامك كمان ثلاثة النظام القديم يا جماعة تنسوش بتعدلوه هانا فيسبوك احنا مناش دعوة فيه طيب ماشي يا بسوس التمبلغ خلاص خلصنا منه يا جماعة موضوع الجوجل الترند هو الليبة جوجل الترند لو انت لاحظته فيه دزينة مقالات يا جماعة هان حاول تستغلهم حاول تستغلهم ووزحهم في كل مكان حطهم في فيسبوك تمام مثلا هذا المقال بطلع باعيد الصياغة تبعته وبأضيفه عندي في المدونة تمام وبتصير عملية نشر تلقائي على تويتر على فيسبوك على وين ما اجا المقال التاني مثلا بدأ اعيد صياغته وبدأ اضيفه مباشر بمباشر في الاتوطر مثلا تمام على اساس يا جماعة برضو اقدر اكسب الترافيك لصالحي طبعا فيك تبحث في جوجل انت زي ما انت شايفين اصدقائي في ملايين المقالات عندك زي ما انت شايف بس اعمل اعادة صياغة وخلاص طبعا انت راجب المقالات الموجودة دايما في النتائج الاولى يعني بدأ تعيد الصياغة تبعتها هي وخلي العناوين الاساسية موجودة هي هي المحتوى نفسه هو اللي عدل فيه تمام لكن العناوين خليها لانه عمليات البحث اساسا بتتم عليها زين احاول تعمل اشارات لمواقع تانية مش غلطة صاحبي تمام الفكرة الاساسية انه احنا بدأ نكسب باكلينك وفي نفس الوقت نكسب كلمات مفتحية لصالحنا بدنا يا جماعة كلمات مفتحية ماشي زي ما انتو شايفين اصدقائي انا هنا بحاول اوضح ولو اشي بسيط من السيستم على اساس بالفعل انجول مدونة لو انتو لحظتو كمان هنا اصدقائي تمام في عندي باكلينك انا ممكن اكسبه هنا انا دخلت وين على الصفحة الشخصية تبعت الكاتب طبعا في انت عندك امكانية اضيف رابط الموقع تبعك في كل مكان هان بمعنى انا بدي احقق جست بوست لو انتو لحظتو انا اتو دخلت على شوية مواقع تمام فبدي اعدل المواقع هادي وبدي اخليها لصالحي بدي اجي يا جماعة في اليوزر بروفايل تمام تبعك وبدأ اضيف لي رابط الموقع تبعك المدونة بدك اضيفو في اوديو يو ار ال مش قصة بدك اضيفو في هوم بيج يو ار ال هيني ضفته هان بدك اضيفو في الانتردكشن تمام طبعا بتقدر اضيفو بس غلط اضيفو بطريقة هادي لا هو المفرض يكون جماعة كود تعليقات هان وبدأ اجي اضغط سيف تمام لو انتو لحظتو بدي اجي بس اتأكد هل العملية نجحتت معي ولا لا طبعا هو ككود تعليقات انا تحت في الانتردكشن بتجيش معي صاح لكن بدي اعدلها هالوقت بس خلينا نتأكد على الاقل لو انتو لحظتو يا اصدقائي طبعا هو حفز معي كل اشي هان تمام بس هذا الكود هو اللي بده تعديل هذا الكود لازم يتعدل لازم ادخل على الموقع تبع هتو تمام اللي بطليع لكود التعليقات على اساس احط كود تعليقات ويظهر معي 100% صاح لو انتو لحظتو هين يا جماعة انا اساسا هان عامله هان اضفت الورا بطبع المدونة وهان عنوان مدونتي او عنوان المقال المستهدف تمام وجيت نسخة الكود هذا هيقاس او نسخ وبده ادخل على الهان وبده السقه هان تمام على اساس يظهر معي كرابط موقع في اسم او اسم مدونتي وفي رابط الموقع التبعي اضغط لي يا سيد العزيز على كلمة سيف طبعا بامكانك تستغل كمان هدول في مقالات مثلا اليك تمام اجينا وعملنا وهنا اغلقنا هذا يا جماعة وبده ادخل على المدونة تبعتي وين الكاتب موجود عندي اطلع كويس في المقال تبعك هاي العلامة تبعتي السيو هادي هذا هو اسم الكاتب ضغط عليه ضغطاية لو انتوا لاحظتوا اكتر من مرة لقيتها في عندي انترودكشن استراليا وفي عندي كمان على الجنب ويب اللي هو ويب ماي تمام طبعا لو ضغط عليها ضغطاية هيحولنا على المدونة تمام هاي هادي كمان نفس السيستيم وهادي كمان نفس السيستيم زين انا في عندي اتنين باك لينك هيك بكون بس انا بدي استغلهم برضا بطريقة صح بديش اخلي نفس الرابط هو هو في المكان هو لا بقدر احط مثلا رابط مقال معين غير رابط المدونة تبعتي فهم خيرك يعني انت بامكانك تستغلها كيف ما بديك فطبعا الغية الاساسية يا جماعة انه احنا نكسب باك لينك من كل المواقع التانية نصير نعلق عندهم حتى من دون ما نضيف رابط موقعنا لانه هيك هيك موجود في صفحة المؤلف الله يعطيك ألف ألف عافية سلام عليكم اشتركوا في القناة